قبلني ضيفاً ولو مؤقتاً في أردك ولا تغلق في وجهي بطوق أمني طريق العبور إلى حيث أنشد الأمان في ركن ما من أوروبا في المقابل سأمنحك ملاذ وطاب من طعام المقام الطيب مقابل المعدة الممتلئة حيلة بعد اللاجئين السوريين لكسب طعاطف مضيفهم في هنغاريا فعشق الهنغاريين للأكل الجيد والمختلف دفع بمجموعة من المطاعم في العاصمة بودابيست إلى إرقامة مهرجان للأكل طاولات ملأة بأطباق تشتهيها الأنفس وتسر لها الأعين أعدتها أنامل لاجئين سوريين بكل إتقان لعلها تسيل اللعاب المتذوق الهنغاري فيقبل السوريين ضيوفا أخبرتهم عن بوراني وهو طبق باثنجان حيث نقشر الباثنجان ثم نقطعه لشرائح قبل طهيه أحب هذا الطبق بشدة واقترحت على المطاعم إعداده حيلة قد تملح اللاجئين ولو تعاطفا شعبيا إليقوا بهم كبشر فمشاعر ساسة هذا البلد تحجرت أمام مأساة هؤلاء لم تقبل هنغاريا بالسوريين ولو عابري سبيل فكدستهم في معسكرات تشبه في وحشتها السجون قبلوا بها كرها أمام انعدام خيارات البقاء أرى أن علينا على المدى القصير أن نساعد أولئك الذين لا ينمون جيدا ويعانون جوع والعطش لسيما أولئك القادمين من مناطق حرب وتعرض لمواقف عصيبة لا يمكن تصورها بالنسبة لنا مبادرة يؤمل أن تكسر حاجز الغربة بين الضيف والمطيف فيدرك الهنغاري أن وجود السوري في أرضه ليس بهدف تهديد قيم أوروبا كما ادعى السياسيون وإنما هي رحلة البحث عن الأمن والأمان لا أكثر من قادتهم إلى هنا ترجمة نانسي قنقر